حظي العالم المغربي منصف السلاوي بثناء وتقدير واسعين يوم الجمعة بعد تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامل على رأس مبادرة البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المسجن ولم يقتصر التفاعل على الأوساط العالمية التي أشهدت بسلاوي وسجله الحافل بل امتدت الحفاوة إلى المنصات الاجتماعية فحارس المعلقون على تطرق إلى محطات من حياة العالم الذي يحمل جنسيات المغرب وبلجيكا والولايات المتحدة وصرح أسلاوي في مؤتمر صحفي بحذقة البيت الأبيض أنه ينظر إلى هذا التعيين بمثابة شرف وفرصة لتقديم خدمته إلى الولايات المتحدة والعالم في ظل الجائحة التي أصابت أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون وأضاف الرجل الحاصل على درجة الدكتوراه في علم المناعة أنه اطلع على بيانات مبكرة متوقع أن تكون ثمة بيئات ملايين من جرعات اللقاح بحلول نهاية العام الجارئ وعند النبش في سيرة أسلاوي المغربي يبرز مصار طويل من التحصيل والتحديات ثم النجاح لأن العالم المعين من قبل حديثة ترامب تنقل بين بلدان مختلفة وأمين دون بضرورة اقتناص الفرصة متى ما لاحت أمام المرأة بحسب ما قال في لقاء الصحفي